وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبداللطيف وهبة الكاتب الصحفي أستاذ عبداللطيف أهلا بك معنا أهلا بحضرتك تابعنا كلمة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال زياراته لمدينة العشر من رمضان تطرق لعدة نقاط اقتصادية كيف تبعتها؟ يعني في الحقيقة ده هي رسالة من جانب الحكومة لطمئنة كافة المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب فيما يتعلق بالتلسيلات التي تقدمها لتزليل كافة العقبات حضرتك عرفة أن مصر خلال الفترة الأخيرة اعتمدت الضخصة الزهبية لم يتوقف الأمر عند ذلك الحادة بل صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا بتقديم نفس التلسيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برقص مؤقتة لمدة ثلاث سنوات لحين توفيق الأوضاع البعض قد يتساءل طيب ما علاقة هذه المصانع أو الصناعات الصغيرة أو المشروعات الصغيرة بالرقص الزهبية؟ هي ليست لها علاقة أوي بالرقص الزهبية ولكن زي ما حضرتك عرفة أن دايما المصانع الكبرى بتحتاج إلى لوجستيات لوجستيات صناعات صغيرة ومتوسطة وبالتالي ده يشاعد القطاع الخاص وشباب القطاع الخاص في إقامة مثل هذه اللوجستيات أو المصانع المغزية أو المغزية للمصانع الكبرى نفس الأمر فيما يتعلق بالوضع العالمي يعني أنت الرئيس الوزراء أكد على أن العالم بيشهد أجمات اقتصادية مصر رغم ذلك استطاعت زيادة مخصصات كثيرة جداً في أجواتنا العامة نعم مستاذ عبداللطيف في ظل وحضرتك تتحدث عن أن العالم يشهد متغيرات وأزمات عالمية تحدث الرئيس الوزراء أن مصر قادرة على سداد التزاماتها المالية ده في الحقيقة ده لأن يعني حضرتك لاحظت أن بعض وسائل الإعلام في الخارج يعني بدأت يعني في أنية تاخد منحة كده فيما تعلق بالاقتصاد المصري وأن هناك صعوبات فيما تعلق بسداد مثلاً انتزاماتها الخارجية لكن رئيس الوزراء أكد على أن مصر قادرة على السداد ولم تتأخر في أي من الانتزامات الخارجية يعني دي أعتقد أنها من الأمور الهامة ولذلك هنجد أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد بل أكد رئيس الوزراء أن الحكومة في المقابل قامت بزيادة كافة المخصصات في الموازنة العامة للدولة لحماية المواطنين المصريين بناء على توجهات الخيادة السياسية رئيس عبدالتاح السيسي حضرتك عدد أن حزمة الحوافظ الاجتماعية تم رفعها من 329 أو 350 مليار جنيه إلى 529 وبالتالي هي زيادة كبيرة جدا يعني حوالي 48% أو 49% نفس الأمر فيما نتعلق به عمليات تدير الاحتياجات من السلع الأجاسية خاصة القمسة مثلا على سبيل المثال الحكومة قامت بزيادة مخصصات الشراء الأمس من الفلاحين ده بالإضافة لأنها قامت بزيادة الأسعار أيضا من 880 إلى 1250 ثم حافظ آخر حتى أصبح 1500 دنيا للأدب وبالتالي ده بيصبح تشجيع لقطاع عريب في المجتمع المصري وهم المزارعين ويشجحهم سواء على التوريط للحكومة التصدير وأكد في المؤتمر الصحفي في مدينة لابور عفوا في جولتك العشر من رمضان أن الدولة بتعمل على مسندة القطاع الخاص في مصر ده بالإضافة لأن كل المشروعات الآن التي يتم الإعلان عنها أو إنشاءها أو تنفيذها أو خلافه سواء كانت مشروعات صغيرة أو كبيرة هي مفتوحة أيضا أمام القطاع الخاص بالتأكيد الأستاذ عبداللطيف وهبة الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك على وجودك معنا شكرا جزيلا لك